من القاهرة معي المحلل السياسي الأستاذ ماجد المذهجي كل عام وأنت بخير أستاذ ماجد أهلا فيك مجددا وأبدأ بطبيعة الحال بسؤال تقييمي لما نطرحه هو هل نحن أمام نهاية الأزمة أم ربما تكون نهاية المعارك الكبيرة لكن مش نهاية الحل السياسي أولا مساء الخير وكل سنواتي بخير وعلى الجميع إن شاء الله خيرا وساعدا يعني لا يبدو أن هناك شيء ينتهي الآن نحن فعليا نشهد فصل قديد على الأقل سيرة الحدث اليمني لأن تنتقل بشكل ما إلى مستوى تدخل دولي آخر أكثر وضوحا أكثر مرئيا القديد فيه أن الحوثين يشتبكوا مع المجتمع الدولي أكثر من كونه التحالف الحكومة الشهرية يعني هذا هو المتغير الذي خلفته اتفاقية ستوك هولم لأنه الآن فعليا نشهد هذا التماس القديد إقاع المعركة في اليمن متغير صحيح بعد خفوت بس يعني هذا شيء خبي فليدوقوا يعني العسى عسى عسى ذلك نعم يعني فعليا اليوم منذ البارحة الأقل الحوثين يتلقون أحد أعلى مسؤولية النبرة الدولية يعني البارحة الناطق باسم الأمينة العامة اليوم مدير برنامج الغذاء العالمي يتهم الحوثين بسرقة بالسرقة من أفوه القياع بالنص تحديدا في تصريح وأنه 65% من المساعدات لا تصل في مناطق الحوثين هذا المستوى من اللهقة تجاه الحوثين غير مسبوق على فكرة من قبل الأمم وهذا النتيجة لأول مرة على فكرة لأول مرة المجتمع الدولي يشتبك مباشرة مع الحوثين عادة أنهم يشتبكوا مع حكومة الشرعية والتحالف باعتبارهم جهاذ ذات المسؤولية وعلى صحيح لكن هذا متغير مهم فليتحملوا مسؤولية قليلا على الأقل بالضبط ويحددوا فعلا أين تكمن الإشكالية طيب بس هل هذا ينذر بأنه ممكن يكون فيه تدخل يعني كمان بيرجع لنقطة هل هذا بينذر حتى لو كان فيه كل هذه العقابات وكل هذه الصعوبات لكنه يقول بأننا سنبقى بفترة هدوء عسكرية نسبية لأنه في مناطق أخرى أو في خروقات عم تستمر بانتظار اختراق ما السياسي برأيك صدقا العنف يجب تصريفه في مناطق أخرى نجوة يعني صحيح مستوى المعركة في الساحل الغربي اللي هي مراقبة دوليا عادة انخفض لكن نحن نشهد تصريفا للعنف أعلى في نهم في سرواح في صعدة هو واحد من أعلى وتائر المعارك في اليمن قياسا لنسباك بس هذه المناطق غير مرئية لأنها غير محبوبة من الميديا الدولية غير مهمة من الاهتمام الدولي فبالتالي كلفة الضحايا هناك غير مهمة بالنسبة لهم التغطية السياسية للحدث هناك غير مهم لكن ما هو مثال اهتمام ما هو مثال نقاج دولي حيث المصالح الدولية حيث الثقل البيديا عادة والأمم المتحدة وما لذلك هو الحديدة فبالتالي لا يمكن الحديث عن أوزان مختلفة للمعركة إلا من زاوية صداها خارجيا من زاوية صداها في المجتمع الدولي لذلك أنا أقول أنه الوتيرة التي تذهب إليها اتفاق التسوية السياسية في الحديدة هي معنية أساسا لأنها مرتبطة بتفاعل المجتمع الدولي أكثر من كونه مرتبطة بمحركات الأزمة في اليمن ذاتها حيث ما زالت لشطة في مناطق أخرى غير الحديدة المسار ما زالت طويل خصوصا مع الفشل الحالي في اتفاق السياسية بهذه النقطة مهمة جدا هل لأنه صار عندنا شيء يتحرك مع المجتمع الدولي فيما يخص الحديدة يعني بقيت المناطق نسيت أتحدث تحديدا مثلا عن تعز تعز وأحد النماذج اللي يمكن وصفها بالبراءة بإعلانات البراية يعني ما حدث تحديدا في اتفاق السوك هول هو فقط للتنصل من مسؤولية تعز التي هي واحدة من أكثر مناطق فادحة فيها في الكارثة السنية تم الإعلان عن لقنة فقط ولم فعليا مستوى الضغوط السياسية المتصلة بالحدث في تعز سواء من قبل المكتب المبعوث الدولي سواء من قبل أمينة العام وقرار مجلس الأمن سواء على صعيد متابعة الحيثية المتصلة بتنفيذ قرار الـ 24-5-1 اللي هو تشكيل اللجنة لم يتمتخذ أي خطوة مباشرة فعلية للتنفيذ باتصل في موضوع تعز وهو أساسا غامض وهزيل الوزن فبالتالي فارق الاهتمام السياسي عادة تلحظه هنا تعز اللي هي منطقة الكلية تقنب خطورة لأن الحوثين يصدق بشكل واضح فيها الحديدة حيث يستثمر الضغط الدولي تحديدا على التحالف وعلى الحكومة الشرعية والحوثين يقع في توظيفه على الحكومة الشرعية فبالتالي الأوزان مختلة كثيرا نعم سريعا أستاذ ماجد هل تعتقد بأن المعارك الموجودة بالشمال كمان ممكن أن تستأنف بشكل أن تهدد مرة أخرى معقل الحوثي في دقيقة هذه معارك للضغط أكثر من كونها معارك لتغيير المعطل الاستراتيجي هذه معارك تستثمر في السياسة أكثر من كونها لتحقيق التراقات كبرى وهذا امتيازها وهذا وزرها نعم نعم هذا أقل من دقيقة وقتك سنكتفي على كل حال بهذا القدر مرة جديدة أقول لك ولكل اليمنين ونتمنى من كل قلبنا فعلا أن يكون عاما سعيدا جديدا على كل هذا الأسكان هذا البلد العزيز الأستاذ ماجد المدحجي من القاهرة أشكرك شكرا جزيلا